اشتركوا في القناة بتكلم عن ثلاث عطور تستقضب ثلاث عذواق مختلفة كلهم يناسبوني شخصيا ولو ان مش كثير يمثلون ذوقي شخصي لكن انا حب التغيير اول عطرة بتكلم عنه هو اول عطر انا شريته من نشان وهو بي سيكس تول هو عبارة عن عطر عشبي مع نوتات خشبية بصراحة عطر جدا جميل رجالي ولو انه بشكل عام يعني عطرات نشان دايما نتكلمون عنها كعطرات يعني للجنسين ولمختلف الأعمار كلهم تركيزهم على الأقل كل اللي مروا عليه تركيزهم إكستريت دي بارفام اللي سوى العطر هذا صديق لي ومن أفضل العطارين في العالم هو كريس كربونيل صراحة يعني مجرد ما أذكر اسمه الأغلب اللي في مجال العطور رح يعرضون فبصراحة أبدع في العطر ولو انه هذه الأذواق يعني أذواق العطرات الخشبية العشبية مش وايد يردون نسبة كبيرة من الناس بس هذا عطر صراحة جميل مرة ثانية بشكل عام عطرات نشان عداءها ممتاز ثباتها صراحة ما شاء الله ما يعول عليه لما يقول لك اكستريت دي بارفام فهو يقصد فعليا اكستريت دي بارفام من ناحية الثبات الفواحان يختلف من عطر لعطر هذا من الأطرات اللي بالنسبة لي فواحانهم مش وايد قوي واشوف انه ينفع للفصول الحار أو بعد تقدر تستعملها في الفصول الباردة اذا بتستعملها في جو بارد احسن الصبح يعني هو ما بالنسبة لي ما هو بعطر ليلي وممكن انه يكون توقيع شخصي بصراحة يعني بين العطور اللي بتكلم عنها هذا شوف انه ممكن يكون توقيع شخصي ابدع فيه العطار كريس كربونيل نوتات العطور دائما تكون مكتوبة تحت هني في اغلب عطورهم يكون كلها مكتوبة هني تحت فمثل ما انتم شايفين في قلب في قاعدة العطار العطار استخدم المسك الابيض مع التونكابين والأوكموس اللي هو البلوط او عشب البلوط وفي قلب العطار استخدم الكشمير مع البتشولي والاخشاب من الصندل والسيدار وفي افتتاحية العطار استخدم السايبرس مع اللافندر والجيرانيوم بصراحة العطار يعني بشكل عام جاب لكم توليفية عشبية جدا جميلة من افتتاحيتها لين ما يبرد العطر لين نهاية العطر يعطيكم صراحة توليفة جدا حلوة هادية ما نضايق الناس اللي حولك يمكن تحصل من الناس اللي يشوفنا عادي ويمكن تحصل من الناس اللي يعجبه كثير نادر احصل عطور يعني يعني من العطور اللي نادر تحصل الناس يكرهونها لكن لازم قبل الله الواحد ياخذه يجربه لانه مش مش لكل الاذواق مرة ثانية حبيت اقول واشوف انا عن نفسي اشوف انه رجالي اكثر فعطر جميل العطر بي سيكس تولف من نشان او نشانة العطر الثاني اللي بتكلم عنه هو ثاني عطر انا خذته و مش كل الناس يحبون هاي من العطور اللي يعني اقترحوها علي وايد ناس بس انا بداية ماكنت مقتنع فيه بصراحة بشكل شخصي ماكنت مقتنع فيه وخذته بعد وانا مش وايد مقتنع فيه لانه حصلت بسعر رمزي بس مع الوقت ويوم برد الجهو بصراحة شفت نفسي وايد احبه يوم حطيته على الثوب يوم حطيته على الثوب وكنت لابس الثوب وطلعت وخلصت ورديت ست ساعات عدت ايزي رجعت علقت الثوب يت اليوم الثاني ريحة لحين فايحة فايحة يعني مو بلازم انك تقرب تشمها من بعيد فهو العطر صراحة قوي تطوي علي نوتات الجوز الهند مع التوباكو التبغ والتبغ اللي موجود هني شيئا ما حلو لكن يعني مش كثير السويتي لا تبغ خالص ماهو ما ما تكلم عن ورق التبغ لا تبغ لكن ماهو بتبغ سويتي نفس الاطورات اللي هي ريض توباكو ولا توباكو فانيلا لا التبغ هنا مخلوط بطريقة وايد حلوة لبعض الانوف يشوفون الناس ان عطر يعطيك ريحة ريحة شيشة ارقيلة بس بالنسبة لي لا انا شوف ان عطر صراحة وايد حلوة صفيستيكيتد كذا يعطيك شخصية متميزة بين الناس عطر ما ينفع للصيف ابدا عطر شتوي وحق ليل الشتة ما شوف انه ينفع رجالي وانت مرتاح بس ينفع لكل اذواق كل الاجناس يقدرون يستعملونها عطر فان يورفليم من نيشاني ومثل غيره المتابة المكتوبة تركيزة اكستري دي فوحانة قوي ثباتة قوي هذا يمكن من اقوى العطور اللي عندي لعطرات نيشاني مكونات العطر العطر فيه في 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 الافتتاحية جوز هند مع رم كحول الرم اللي هو الكحول المصنوع من قصب السكر كريحة يعني اكيد مش مشروب في قلب العطر عندك التباكو اللي ذكرته اللي هو التبغ مع التونكابين وفي قاعدة العطر عندك تحلب البلوط مع السيدار الصيني صراحة توليفة خلق مكونات جدا مميز جدا جميل غريب مختلف العطر في افتتاحيتها يعطيك لفحة كثيرة من التباكو لكن بشكل منع الشيان ما بعدين يبرد العطر خلال الساعة اللولة راح تشم جوز الهند مع خليط التونكابين مع السيدار والتباكو بصراحة عطر جدا مميز بس مش لكل الاذواق هاي فعليا يعني فعلا مش كثير راح يحبونا بس اللي راح يحبونا راح يستنسون علي يستنسون على أداء عطر يتم معاك طول اليوم وانت مرتاح فعطر مميز بس مثل ما انتم شايفين عندي ياما فترة هذة فاني عطر خدتا مني شان ما استعملت كثير لأنه صعب انه لقى الوقت المناسب له فعلى قولاتهم مش وائد فرستايل بس بصراحة يوم يبرد الجو تكون ليلة باردة اشوف ان عطر مناسب تستخدمه وتنساه خلاص تعطر وتطلع وما تفكر انك راح تعطر مرة ثانية فعطر فانيو فليم هو العطر الثاني اللي انا خدته مني شان قبل لا اروح اقل العطر الثالث والأخير ابتكلم عن عطرين العطرين هذي له مشهورين كل ما تفكر بشركة نيشان التركية راح تفكر في هالعطرين العطر الاول هو حسيبات ولا حشيبات الابيض هذا بصراحة عطر جميل بس أنا السبب اللي ما خلاني اخذه هو لانه عندي كريد افنتوس وخلصته وشاريته كذا مرة ويعني توليفته وريحة عطر كريد افنتوس وايد من تشرف العالم ولو انه لو خيروني بين حسيبات الحالي مع كريد افنتوس الحالي الاحين راح اختار حسيبات بغض النظر عن فرق السير كأداء حسيبات احسن من كريد افنتوس اللي في الباتشز اللي موجودة حين كل ارياحية يفوقها في الاداء وفي الفوحان ومن العطور اللي دايما حسيبات الابيض من العطور اللي دايما الناس تشمها حتى لو بعد ساعتين ثلاث الناس تشمونها ورح يعطونكم رح يعطونكم رح تعطين طباع جيد ورح اجيك اطراءات وانت مرتاح فاعطر جيد لكن السبب اللي ما خلاني اشتريه هو لان الريحة نفسها مالت كريد افنتوس خلاص يعني تعوت عليها ولو انه لازم اضيف انه حسيبات تضغي عليه فيه اناناس وفيه برقامات بس تضغي عليه النوتات الخضراء او الحمضية اكثر من الاناناس فيعني كريد افنتوس في بعض الباتشز تكون سموكية دخانية مدخنة لكن هزيبات لا تضغي عليه الريحة الحمضية ويضغي عليه البرقامات اكثر من الاناناس لكن بصراحة يعني يعطيك توليفة حمضية خضرة وايد حلوة اداءها مبتازة كنت مرتاح فهو احسن من كريد افنتوس مرة ثانية وانا اتحمل مزئولي حت كلامي واذا خيروني بختار حسيبات العطر الثاني هو عطر آني عطر آني بصراحة وايد 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 حلو السبب اللي ما خلاني اخذه هو طغيان الفانيليا فيه مش لاني ما احب الفانيليا بالعكس انا من الناس اللي حبون رحة الفانيليا والفانيليا المستخدم في آني في عطر آني مع المكونات المائية والمكونات الاشبية مع الهيل يعطيك يعني التوليفة عطرية وايد حلوة وايد مميزة فعطر جميل لكن السبب اللي ما خلاني اخذاني عندي عطور كثير فيها فانيليا مش معنات اني ما ابي اخذاني في بالي وراح اشيري رح اشيري قريب ان شاء الله بس ما اتكلمت عنها لانه مش موجود معاي بس بصراحة من العطور اللي بعد جدا جميلة بس يعني حسيفات واني من العطور اللي كثير تتردد على الناس يوم نتكلم عن شركة نيشان او نيشاني العطر الثالث والاخير بالنسبة لي انا شخصيا هو افضل عطر لي انا من عطور نيشان ولهالسبب خذت منه 100 ملي ولا انا عادة الناس يعرفون عني احب العطور الصغار احب الغراج الصغار اللي هي 50 ملي او اقل لكن هذا ما قدرت صراحة اني امسك نفسي وخذت 100 ملي في بعض الغراج يكون مكتوب عليها اسطنبول في بعض منهم يكون مكتوب عليها باريس العطر اسمه 100 سايلنت ويز اسم جميل 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 جدا و بشكل عام يعني عطوراك انشان يجيكم يجيكم تغليف هوايد حلو يجيكم تغليف هوايد حلو يجيكم البوكس اللي انتو شايفينا داخل العطر وداخل رسالة مغلفة تقدر تستخدم الكرت هاتكتفي لتبيه بس بشكل عام يعني يكتبون لك اسم العطر ويكتبون لك النوتات علشان تتكون متأكد ان هذي النوتات المستخدمة في العطر في مقدمة العطر فيه الأسانطرة الماندرين مع التيوبروز والخوخ في قلب العطر فيه الياسمين الأبيض مع القاردينيا والأورس في قاعدة العطر فيه فانيليا مع صندل وفيتذر مكونات خلطها يمكن يعطيك انطباع معين بس إذا أنت تتسألني العطر شلون بشكل عام شنو الريح اللي أنا أشمها افتتحية العطر شيئا ما تحسنه نسائي طيب العطر يونيس أكس أكيد شيئا ما تحسنه ماء للنساء أكثر بس عقب ما يبرد بصراحة يعني الفانيليا مع الخوخ في العطر مع التيوبروز يعطيك توليفة جدا جميلة أنا جربتها على ناس وقالوا لي يا أخي جمال العطر نسائي وفي بعضهم قالوا يا أخي العطر شميت إيحدة من قبل فأحسنه عادي راحوا اليوم الثاني جو معي في الدوام يعني الناس معي في الدوام اليوم الثاني جو قالوا لي يا أخي جمال العطر اللي حطيته لنا أمس روعة قلت لهم أشان تعرفون فبصراحة العطر من العطرات اللي يوم أنت تدخل المحل التعطر في كذا عطر وانت طالع تقول يا أخي أحسنه هذا عادي بس يوم تروح لبيت وتشم يدك العطر اللي بيكون مميز بينهم واللي فعلا يعني يصدمك هو عطر 100 سايلنت ويز لحسبب أنا يعني أشوفه بين العطرات اللي عندي من النشان هذا أفضل واحد وأداءة ثباتة فوحانة ممتازين مرات يعطيك توليفة كأنه معطر جسم لأنه فيه نوتة الفانيليا مع البيتش مع الخوخ لكن يوم يبرد صراحة يعني التوليفة العطرية كاملة تعطيك شيء يعني مميز وشيء يستاهل أنه تجربه بنفسك فبالنسبة لهذا العطر رغم واحد بين العطور الثلاثة اللي ذكرتها اليوم وما يقلل من قيمة العطورات الثانية لكن يعني هذا بالنسبة لي أنا شخصيا رغم واحد وجدا مميز ويستاهل أنا آسف أنا من الساعة قاعدة طالع هناك عموما يعطيكم العافية وآسف على اللي طالة يا أخواني وخواتي أتمنى الفيديو يكون عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته